سلام عليكم ازاي ايكو يا حباب قلبي عاملين ايه يا ربو كلكم تكونوا في احسن حال فيديو نهاردة هيكون فيديو حلو جدا جدا فيديو نهاردة هيكون فيديو لسيدة اجنبية هنشوف كده تنظيمها يكون عامل ازاي وكمان دكوراتها في بيتها وافقارها كمان الجميلة اللي بتكون في قلب بيتها هتكون عاملة ازاي ان شاء الله بس قبل ما نكمل الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك للفيديو دعمكم كده لي بالاحلى لايك ولو انت اول مرة بتشوف القناة عندي من خلال فيديو ده يساعدني وجودك معايا غالية وتشترك في القناة وتفعلي زرار الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد مني وطبعا بفرح جدا 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 بكمانتاتك والله بس طبعا عايزكم يعني ايه تدعموني كده وتشجعوني واللايكاتكو الفيديوهات اللي فاتت بقلي كمي يوم كده مش بتتفعلوا مع الفيديوهات وانا زعلانة منكو كتير عايزة اللايك في ناس كتير قوي يعني بتنسى اللايك فبتقولي فقرينا بيه اللايك يا رودي فياريت تحط اللايك ونكمل الفيديو مع بعض زي ما توقف الفيديو بتاع النهاردة يكون فيديو لسيدة اجنبية اول حاجة كده زي ما انتو شايفين هي دي غرفة النوم بتاعتها وكانت جايبة اللي هو الاداة اللي نزلة جديدة بتاعت المراتب او بتاعت الميليات زي ما انتو شايفين يعني عملت بيها استرير كده يعني شين تقدر انها يدردت بستيرير زي ما انتو شفته بعد كده بقى مفروض ان ده بيكون روتينها برضو في اه التويلت عندها ده بتاع غرفة النوم وكانت جايبة الاداة اللي انتو شايفينها برضو هي عبارة عن مكانة كده بتنظف الفغوص المبين السيروميك وبيتخليها بيضة زي ما انتو شايفين بطلع اي سفار يعني المفروض وبتخليها زي ما انتو شايفين زي الفريد وده النتيجة وده اللي مطلوب طبعا هيك بتعمل الكابينة يعني بتاعتها وخلصتها وبعد كده راح ترس بقى الادراك بتاعت اه الظرفة او الوحدة اللي بتكون في قلب كنت اقول لكم في قلب المطبخ في قلب الطيلت بالشكل ده اللي انتو شايفينه ده كمان فيديو النهارده انا جايبا لكم فكرة حلوة جدا هتعجبكم اه ليه اه يعني فكرة هتعجبكم هتنفعك في بيتك تقدر اني كانت تعمليها من حاجات بسيطة عندك في قلب البيت هتعجبك جدا هنا بقى كانت بتعمل الدريسنج بتاعها بصوا عايز اقول لكم هي اصلا السيدة اللي معانا النهارده هي بتاشق حاجة اسمها شوزات وعندها كمان مفروض عندها مصنع من الشوزات زي ما انتو شايفين كل تصميم اه هي حطوه هي اللي بتصمم هي اللي بتصمم كل الحاجات تزيب نفسها هي فزي ما انتو شايفين اه يعني حطت الشوزات بتاعتها والشنط وزي ما انتو شايفين بعد كده بقى ايه بتطبق البناطيل ودي تطبقتها للبناطيل يعني علشان خاطر استغلال المساحات الدايئة وفي نفس الوقت كل الحاجة منظمة زي ما انتو شايفين كده بصوا ايه هنا كانت بتوريكوا ان الشوز ده هي عاملة جديد اه والشنطة بصراحة الشنطة شدتني جدا جدا زي ما توقع ان هي سيدة اجنبية الشنطة بصوا شدتني بصراحة مشكلة جدا جدا يعني بصوا هي عندها حبة شنط كده مشاوه الله مشاوه الله مشاوه الله مبارك حاجة كده حلوة قوي 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 يعني طبعا دي الغرفة كلها اهي طبعا بصوا هي بتحب اللون البنكات على فكرة وميالة جدا جدا للون البنكات هي بقى سيدة وكده في مننا عفكرة اللي بيحب اللون البنك وفي مننا لأ بصوا كده حبيبي ده زي نظام دولاب صغير هي حاطة في كل الحاجات اللي هي بتاعت الخزين كل حاجة هي بتحب تخزينها بتحطها في المكان ده بعد كده بقى نيجي للمطبخ بتاعتها وزي ما انتو شايفين هي بتحب تنظم المطبخ بالتنظيم ده بصوا ما فيش فيه حاجات مأفوار كتير ولا كده وليجي تنظمها فيه حلو جدا وده هتشوفو دلوقت هنيجي بقى طبعا هي جايبة طقم الحلل طبعا الطقم ده جيرانيت ده نازل جديد يعني بصوا ها كل ما بينزل يعني اطقم حلل جديدة بيجيبوها هم ده نظامهم هناك بره فطبعا بيحطوها كده كشكل دكوري برده جنب البودوجاز فيعني ممكن انجبتلكوا قبل كده كذا سيدة بنفس الشكل دوت فده يعني الوضع اللي بيكون عندهم بس هنا بقى كمين كانت بتعمل العلق بتاعت التوابل وحب التغير من شكلها زي ما انتو شايفين دي الدرفة زي ما تقولكن هي بتاعت الخزين وهي حط فيها حاجات بسيطة مش بتكتر كتير قوي يعني ولكن هي بتقولها لحسب استخدامها لما بتجيب الحاجة بتحطها بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنيجي بقى دوت وده اكيد بصوا بيكون عندهم في كل بيت الكاندي جار حطت فيه البسكوتو اللي هو القريو وبعد كده حطت فيه المادة الحافظة بتاعته علشان خاطر ما يبص او كده وبتحط فيه كوفي كورنر عشان خاطر يعني زي ما انتو شايفين مأكلات او بيشربوها بياكلوها مع الشاي هنا كانت بتنظم الدرج بتاع او التأفيل بتاع المطبخ في واحدة كده للكاسات طبعا اللي هما بيستخدموه وبما ان هي كانت بتنظم في المطبخ او بترتب في المطبخ فطبعا لازم الفرن او الحاجة اللي في المطبخ عندها تنظمها وترتبها بالشكل اللي انتو شايفينه ده او الحاجة هتنظفها هي الفرن البلت ان والمايكروويف هي عندها كده بتقول ان هي بترش مزيل بتاع الدهون وبعد كده ايه بتسيب بس تخمسة وبعد كده بتنظفه زي ما انتو شايفين بعد ما اضفت الطبق بتاع المايكروويف وفي نفس الوضع برضو الفرن البلت ان بس هنا يعتبر خلاص كانت تخلصته وبتخلصه بقى من بره بما ان هي بتنظف الستيلس كله او الحاجة اللي فيها استيلس فبنفس المزيل بتاع الدهون دوت بتعمل بيه برضو التلاجة علشان خطر تكون نظيفة معاها خلاص هي كده يعتبر كانت خلصت واترجع كل حاجة تاني مكانها ومساحة زي ما انتو شايفين وده كده يعتبر كانت شكل المطبخ بتاعتها عبان ما هي بخلصت بصت انا بكلمكم وانا بصوا تعبانة جدا جدا دعولي بقى بالله عليكم لان بصوا يعني الحمد الله شكر لله بص هي هنا كانت بتنظف هي عاملة برضو ضرفة كده في قلب المطبخ ده لكل العلاجات هي حطاها في قلب المطبخ وجابت لها المنظم بتاع العلاجات زي ما انتو شايفين كده وحطت فيها العلاجات هنجي بقى للرسبشن عندها ويه الصالة ويه كمان الغرفة بتاعت الغسيل كانت جايبالها السجاد ده وجابت السجاد كله يكون واحد لونه واحد بنفس الشكل واحد وده بتكون حاجة كويسة وانا افضل كده يعني لما السجاد بيكون شكل واحد بيديكي شكل احسن وشكل افضل لأي مكان انت قاعدة فيه في قلب البيت طبعا هي هنا الغرفة بتاعت الغسيل وزي ما انتو شايفين هي كاب بتنظف فيها وده الغستالة برضو زي ما انتو شايفين بتنظفها او بتديها تعقيمة كده وطبعا التعقيمة دي لازم ان احنا على الاقل على الاقل كل شهر او كل اسبوعين نعمل التعقيمة دي شايفين بقى كمان هو ده اللي انا قدت بقولوك عليه الفكرة الجميلة من ازازة عادية او مراية عادية وجابت الطبق اللي هو الدوار طبعا الطبق الدوار ده نجيبه منين ممكن عارفين اللي هو الطبق اللي هو بتاع الحلويات اللي هو بتاع التورتو الدوارة كده ممكن تجيبه وتحط عليه برضو وتلزقه بمسدس الشمع اللزقة دي وتحط عليها كريستالات زي ما هي محطت وتعملوها كزي نظام منظم بقى تحطي في الطويلت تحطي في غرفة النوم عندك تحطي مثلا في اي مكان عندك وتحط عليه اي دكور كده يعني ده الفكرة هنا كده هي طبعا هنا كانت بتعمل الريسيبشن عندها حطت الطابلوهات دي وزبطت الدنيا فيه وكانت جايبة هنا فوزة كبيرة للسفرة وهتشوفوا بقى بعد ما الفوزة دي اي جد هي تنظف دلوقتي معاكم الاستفرة وهتشوفوا دلوقتي هي هتعملها ازاي ولكن هي كانت جايبة الفوزة دي جديد اه شكلها حلوة اوه عجبني هي كبيرة جدا طبعا هي غالية ولكن اه شكلها في المكان حلوة جدا اي حاجة طبعا فيها لون اخضر من نسبة لزهور او اشجار او حاجات زي كده في قلب البيت بجد حلوة جدا هنا بقى كانت بتفرش الاستجادة هوا ده اللي انا كنت مقطع اللي انا كنت جايبهه لكم دلوقتي اه وهي قبل ما كانت تحط الحاجة هي بتحب تقعد تفنن كده من كل حين لاخر تقعد تفنن كده في دكوراتها وحاجاتها اللي في قلب البيت بيبقى فيها شكل تاني وفي نفس الوقت كمان بتحب ان هي اه يعني تنظم الحاجة زي ما انتو شايفين بالشكل ده الاخر حاجة بقى هنا هي كانت بتعمل اه البلكونة بتاعتها زي ما انتو شايفين كانت بتنظمها او بترتبها وطبعا هي كانت يعني عاملها برضو مودرن حاطة طبعا السجادة دي وكل السجادة دي احنا كلنا عارفينها دي السجادة اللي هي بباعت ايكاية فحطتها كده وحطت الانوار اللي من فوق دي تعمل يعني جو بالليل لما كنت مطفية النور ومشغلة اه الشموع وكده فتعمل جو حلو جدا طبعا انا كانت جايبة هنا طربيزة علشان المكان اللي انتو شايفينه ده اه اللي هو ناحية الاستلم الداخلي علشان خطر تنظمه يعني بالتنظيم اللي انتو شايفينه او تستغل المساحة عايز اقول لكم اللي هو عادها زوجها طبعا هو بيساعدها او يعني لو في اي حاجة اه هي بتعملها فهو بيساعدها لو حاجات مثلا هي متقدرش عليها اني تعملها الوحيدة وهنا بقى كانت جايبة ساونة وطبعا مين فينا مش بيحب الساونة دي كلنا عايزين تحط الساونة دي والله لشان خطر يعني كلنا اه طبعا اللي بيحب ايام الضيط او بيحب ايام الرجيم بس كلا حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي نهارضا يا رب يكون الفيديو عجبك ويكونوا السيدة اللي كانت معا نهارضا يكون عجبتك وشككوا الفيديو الجاي وجاي